وجلسة الثمانية عشرين يمكن على جدوى الأعمال في كثير من القوانين المهمة سؤالي لك إذا حضرت الحكومة بشلون الحكومة رح تتعامل معكم في هذه الجلسة طبيعي إن إذا حضرت الحكومة في جلسة الثمانية عشرين فإن الاستجوابات تقدم على ما سواها لذلك لن يكون هناك جدوى الأعمال إلا نبدأ بتصديق على المضبطة ثم كشف الرسائل الواردة ثم بعد ذلك على طول الاستجواب يأتي وعندنا استجوابين فراح تكون جلسة الثمانية عشرين وإذا أمداننا نستكمل الاستجواب الأول في تلك الجلسة ندخل على الاستجواب الثاني ويستكمل أو يؤجل الاستجواب الثاني إلى اليوم اللي بعدها لأننا جلسة أيضاً تسعة وعشرين بتكون استكمال لجلسة الثمانية عشرين يوم الأربعين